شهدت محافظة نجف الأشرة في تصاودة وطيرة التظاهرات الشعبية المطاربة بإقالة لمحافظة لؤي الياسري ونائبه لليوم السادس على توالي على خلفية ملفات فساداً في بعض المشاريع وتلكؤها وعدم تقديم الخدمة نحن مظاهراتنا ما بها أي توقف وما بها أي هدنا لحد اللي قاله لحد اللي قالت لؤي الياسري مستمرين ورسالة لقاعد الشرطة عميد باسم هذا القمع مالتك ما راح يجيب نتيجة لأننا نحن متعودين على كل شي من 2019 للسن قمعنا برصاص الحي وبكل شي نوع القمع هذا القمع مالتك كل شي ما يفيد وإحنا باقيين ومستمرين إن شاء الله يعني أنا أطالب بحقوق محافظتي جاي يرمي علي بسجم دعبل الشفرات آخر شي وصلوا إلى الشفرات يعني ستشاشين دعم بالسيارات